تفقدت وزيرة اللاصحة والسكان دكتور أهل زايد ودكتور محمد عوات تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية تفقد المصنع الرئيسي لإنتاج الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة التشخيصية بمقارة شركة سيمينز العالمية بمدينة ميونيخ الألمانية وخلال الزيارة أكدت الوزيرة أهمية دعم القطاع الصحي المصري بأحدث التقنيات في الأجهزة والتكنولوجيا الطبية ما يساهم في ميكانة خدمات الرعاية الصحية وأشرت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق على توريد 162 جهاز أشعة مقطعية متطور لفحص مرض كورونا لدعم خطة الدولة للتصدي للجائحة إلى جانب توريد سيارات أشعة متنقلة لخدمة المواطنين بالقرى ضمن مبادرة حياة كريمة